موسيقى اهلا بكم يا شباب في حلقة جديدة من برنامجكم شباب على صورته النهاردة عنوان حلقتنا عن الكنيسة في حياة الشباب في الفقرة الاولى لنا لقاء مع الشباب فقرة تانية تقرير مع سالي مجدي فقرة تالتة هيكون لنا لقاء مع ابونا بخوم محسن كاهن كاتدرائية البابا اساناسيوس بمدينة العاشر من رمضان فاصل ونرجع نكمل بقية فقرات حلقتنا خليكم معانا اهلا بكم يا شباب بعد الفاصل ومعايا في فقرة حوار مع الشباب مارك اهلا بيك يا مارك اهلا بحضرتك سوسانة اهلا بحضرتك وباجي اهلا بحضرتك ويوسف اهلا بيك نهاريضا بنتكلم عن وضوع مهم قوي هو الكنيسة في حياتنا الكنيسة في حياتكم ايها شباب الكنيسة بالنسبالي هي المجتمع اللي بيسعى لليوتوبيا يعني المجتمع اللي مدينة الفاضلة يعني بالضبط الكنيسة بسعت الكنيسة مش زي الكنيسة بسعت بورة يعني بورة احنا بنسعى اننا بس ما نبقاش غلطانين لكن في الكنيسة احنا بنتحاسب على قد اي كنا كويسين قد اي مشينا الميل التاني مع كل اللي حوالينا وحتى مع نفسنا فالكنيسة هي هي اليوتوبيا اللي سعي لليوتوبيا حلو قوي جميل انه انت من يعرف ان يعمل حسنا ولا يفعل فاتلك خاطية مش مجرد بس ان انا ايه يعني انا مش غلطان في مجتمع الكنيسة جميل قوي يا مارك سوسن عندك ايه الكنيسة بالنسبالي بيت التاني مكان مريح كلمين اكتر ايه وكلام الجميل بصراحة بيت التاني مكان مريح اه يعني احساسك بي ايه البيت اللي متربية فيه اه فيه صحابي من انا صغيرة متعودة على الناس الجواه اه مش شبه الدنيا برا يعني اه راحة راحة باتعامل براحتي باب السماء جزء من السماء بزبط جميل حلو قوي قوي انا الكنيسة بالنسبالي بحس ان هي اكتر مكان بيطلع احسن ما فيه يعني ببقى جوه الكنيسة بني قدمة جديدة جديدة من نفسي عايز ادي ايه قوي مش مستنية حاجه فبحس انا بطلع كل اللي دواي بفرحة يعني بامان بزبط بامان احسن نسخة الحب الكامل التصرف التسامح جميل قوي وحلو قوي ان تكونوا الصفات دي جوه وبرا يعني اكيد انتم متفقين معايا يعني بزبط ده حقي اه اه انا بشوف ان الكنيسة هي مش مجرد مجتمع او خدمة بس او قداس بس هي حياة كاملة يعني دايما بيبقى الشخص الكنيسة مفقودة من حياته او هو شخص مش مواظب على دخول الكنيسة دايما بيبقى فيه زي نقطة صودة في حياته ما بتبقاش في حاجة كاملة يعني فرحته ممكن يبقاه شخص مبسوط وفرحان بس دايما فرحته ممكن تبقى نقصه في حتة مضلمة كسا في حتة مش موجودة مع انه هو مدعو ليها بالزبط فهي الكنيسة حياة كاملة بتقدم بركة وبتقدم حب وبتقدم كل حاجة ممكن تبقى نقصه قوي في حياة ناس كتير طيب كلامكم جميل جدا بس بينقل الحاجة بقى مهمة جدا اسمها ببيتك تليق القداسة يا رب حاجة جميلة بيوصف بيها كتاب مقدس بيت ربنا انه تليق بيك القداسة انا عايز اشوف ايه معناها عندكم ايه معناها عندكم ايه معناها عندكم شوفوها ازاي هو بشكل عام القداسة بتتحقق في كل الطرق اللي بنتعامل بيها في الكنيسة مع بعض بداية من شكلي في الكنيسة بداية من او يعني انتقال لتعاملاتي مع الناس اه الطريقة اللي انا بصلي بها جوه الكنيسة اه فالقداسة حاجات كتيرة اوي ما اعرفش نحصرها في ازاي بقى قدوس جوه الكنيسة بس اه اعيش بقداسة جوه الكنيسة فشاف حاجات كتير بزرطة بتبان في الفاظي في شكلي في تصرفاتي بزرطة في حتى في طبقة صوتي في الكلام اللي بقوله ففي بيتك تليق القداسة انت شايف كده ومش 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 المفروض نكون في الكنيسة بس وزي ما حضرتك قلت هو في الكنيسة وبرا الكنيسة بس علق اقل اللي ما نقدرش نعمله برا الكنيسة نبقى بنسعى اننا بنحققه حتى اتليست في الكنيسة يعني اه يعني ده درجة اعلى بزرطة جوه بموجون في الكنيسة درجة اعلى يعني ممكن برا اضحك مع صحابي لكن جوه يبقى فيه نوع من الخشوع والوكار اللي اتنين مش غلط يعني اللي نضحك مش غلط بزرط بس الكنيسة يليك بها مرتبة اعلى لانها بيت الملايكة ربنا حضور الله فيها وهكذا جميل يا مارك القداسة يعني لازم انا الاول اكون مدركة معنا القداسة انا دخلة فين فبالتالي لما ادرك ده هبقى عرفة المفوضة البس ازاي واتكلم ازاي واتعامل ازاي ونفسيتي من جوه انا دخلة الكنيسة تكون عاملة ازاي حوالين الناس اللي برا الكنيسة فلما ادرك ده يعني هكون كما يقول الكتاب يعني زي ما ربنا قال في الانجيل مفوض نكون عاملين ازاي انا المفوضة عيش ده جوه الكنيسة فانت يا سوسنة بتشوفي انه موضوع الادراك ان ببيتك اطاليك القداسة لما ادرك ده وافهم قد ايه ده هينعكس علي انت قلت كلام جميل قوي نعكس علي في في تصرفاتي كلماتي في لبسي في طريقة حركتي وردود افعالي يعني الادراك انت شايفها بزبط او يعني ايه الادراك برضو ايه الفهمي يعني اللي انت عايزة توصليه انه يكون عندنا عشان نفهم يعني ايه قداسة بيت الله كل ما الواحد بينضج بيدرك يعني انا فين المكان ده دي نعمة ان انا بخش المكان ده ان انا اصلا ربنا داني نعمة ان انا اكون مسيحية بخش عندي كنيسة اخشها موجودة في كنيسة دي من بدري مثلا شايفة ناس نمازك حوالي ناس كويسة فعندي مثل اعلى يعني ربنا طبعا اللي بشوفه في كنيسة كل ما بحضر اداس او خدمة او كده دي كلها نعمة علي جميل مفروض احس بكداسة واقدر نعمة وجودي فيها ده كلنا يدينا ادرك واحنا يمكن كلنا لما مرينا بمرحلة كورونا واحنا بقناش في الكنيسة حاسينا بقدي ايه ان قيمة الكنيسة و ادركنا ان احنا الحضور في بيت الله وقدي كنا بنصرع في القداسات و نحجز و نعمل و نلتزم و القداس ما يفوتش لان انا حاجز و انا اللي هي دور و مش هيلاقي مكان حاجات كده جميل يوسف ببيتك طريق القداسة شايفها ازاي؟ ببيتك طريق القداسة انا بشوف ان هي مش بالحرف معناها الكنيسة كالوكيشن او كمكان بروحه يعني بشوفها ببيتك اللي هو جوه كل واحد جوه قلب كل واحد فينا في كنيسة في ربنا فان انا احافظ على القداسة دي فقلبي هي معناها ان احافظ عليها طول حياتي جوه الكنيسة او بره الكنيسة فمشارط ان انا احقق القداسة دي جوه الكنيسة بس لو انا مشيت بالمويند سيت ده بحس ان انا هبقى في تصرفاتي وفي فكري وفي معاملاتي هبقى شيك او قدوس في التعامل قديس يعني جوه الكنيسة وبره الكنيسة كمان في حياتي عمتها جميل انت عايز تقول كده مفهوم الكنيسة انها ملكوت الله داخلكم الكنيسة جواك فالكنيسة هي جامعة المؤمنين زي ما واحد كده في موارة من المرات داخل الكنيسة فلا اجتماع الخدمة خلص فبيسأل خادم هو الاجتماع خلص بتاع الخدمة قال له بحسب مفهوم الابونا اللي علمنا جوا الكنيسة ان الخدمة مخلصتش الخدمة بتبتدي بعد ما تخرج من الكنيسة هاز يفهموا ان الخدمة خلصت قالوا لا بحسب المفهوم اللي اتعلمها في الكنيسة الخدمة بتدت واحنا خارجين فحاجة يعني في منطقة لوك هي اقرب حاجة اللي انت بتقوله يعني اللي انا بقوله فعلا اه جميل جميل حلو ببيتك طليق القداسة يا رب الكنيسة بصراحة من افواهكم وكلماتكم بصراحة انا شاعر بقد ايه ليها كيان وليها قداسة عندكم بس انا اسأل سؤال هل محتاجين في بعض المواقف زي مثلا الاعياد الافراح بتاعتنا نراجع بعض سلوكياتنا صراحة يعني يعني شايفين ان احنا البعض مش بياخد بالو حس انه مثلا في العيد في الافراح انه ما بياخدش بالو من المفاهيم اللي انت قلتوها مع ان الكنيسة هي هي والوصية هي هي ببيتك طليق القداسة ايه رأيكم محتاجين نراجع يعني البعض يراجع الامر دو انا بحس ان يعني هي نفس فكرة ببيتك طليق القداسة هو المكان دايما ليه مهبته ومخافته مهما عدت علينا مناسبات او مهما كان فيه حاجة تستاهل ان احنا نحتفل في الاخر وفي الاول زي ما حضرتك قلت ده المكان اللي بي موجود فيه ربنا فلازم تكون جوانا حتك كده انا داخل حاجة مختلفة عن الدنيا اللي برا دي لازم ابقى على صورته وشبهه وطريقته ولازم لما تكون فيه افراح او حاجة ان انا افراح بالطريقة اللي هي الكنيسة جواي اعتقد يعني هل الكلام ده بعيد عن معلش يعني انا عايز اقول لكم برضو بعض الافكار هل الكلام ده بيخلينا مقفولين يعني بصراحة كده هل الكلام ده ان انا احط في زين ان انا افراح بطريقة فيها قداسة اعيد بطريقة فيها قداسة هل ده بيخلينا ان احنا الناس مش كل يعني مقفولين ومودة قديمة والحاجات دي شايفين اصلي حرب بساعات بتبقى علينا ده حقيقي وا احنا لازم حتى لو مش قادرين نحقق ده على الاقل نكون مدركين ان احنا مش اللي بنعمله مش مناسب بالزبط لان احنا دلوقتي في الزمن اللي احنا عايشين فيه بقية الحرب مش ان احنا عارفين ايه الغلط وبنحاول ما نعملوش او عارفين ايه الصحة وبنحاول نعمله احنا اصلا الحرب بقيت ان انا نعرف ايه الصحة و ايه الغلط بس ما بنعملش بس ما بنعملش بزاب بس خالباك فيه وصير بتقول اللي بيعرف اكتر بيطلب بايه باكتر جميل شايفة ازاي يا سوسانة لو انا مفهوم القداسة ده اصلا جوايا فانا هرعيف في اي مناسبة انا رايحها سواء كنيسة يعني سواء عيد في كنيسة او فرح او اي حاجة ولو مش جوايا فدي فرصة ان في المناسبة دي افتكر اراجع نفسي اشوف يليك لا يليك او حسب فلأ يعني دي فرصة ان الواحد يراجع نفسه يعني انا تمام ولا مش تمام انتو بتقولوا كده عشان احنا ولادي الكنيسة انا بنحطكم مع الواقع انتو بتقولوا كده عشان احنا ولادي الكنيسة والمفروض نقول كده ولا ده جواكم حقيقي انا بجد ان السؤال ده بسأله الناس بلا لان اهمني جدا مش الشكل ما هو ممكن ان احنا نلزم الناس الزمات معينة لكن القلب مبتعد بعيدا او ربنا مش عايش شكل معين كلنا نبقى بشكل معين وخلاص لان سهل قوي نلزم الزمات شديدة وبتشوفوا حوالينا في بعض الامور يعني ان فيه الزمات ممكن لكن القلب ربنا عايز القلب فانتو بتقولوا كده ده يعني ده من القلب انا انا واثق طبعا ده من القلب بس انا بحب ان انا اقول على اساس اللي اسمعنا يبقى عارف ولا انتو بتقولوا كده عشان احنا في الكنيسة وقناة الكنيسة وبنتكلم في الكنيسة هو جزء كبير اوي 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 ايه يوسف انا عميق وحب اسمعه جزء كبير اوي من القداسة او ان انا بقول الكلام ده علشان انا فعلا ابن ربنا ومسيحي وبدخل الكنيسة وكل الكلام ده جزء كبير اوي من ده لازم يبقى انا مستوعب ان سال المسيح لما اجيه هو عمل ايه ايه الاهداف اللي عملها عالارض و ايه التضحيات اللي قدمها عشان انا كشخص وانس ان انا فهمت ده واستوعبته وادركته وقد ايه ما كانش سهل انا طبيعي هحترم نفسي لان انا لو ما عملتش كده لو ما مشتش في الاخر في الطريق اللي هو اللي حلو الطريق الصح اللي انا ابقى فيه محترم بيت ربنا وفاهمه وقد ايه ضحى علشاني واستوعبته ده كويس انا عمري ما هقول انا بعمل كده عشان انا ابن الكنيسة عشان انا مسيحي وعشان كده بالعكس بقناعة داخلية شرط انا لو واحد مش ارثوزوكسي مثلا بس انا عارف مين هو السيد المسيح مين بابا يسوع اللي جيه على الارض انا كشخصية هحترمه ابقى عايز على قد ما اقدر ابقى عايش بصورة شبهه فانت بتقول عن قناعة داخلية ما فعله الرب من اجلي فده اللي بيقدسني جدا بيخليني انه ابقى في نوع من الخشوع والوقاري داخل الكنيسة مش نوع من الشكلية والفردية ان انا لازم اعمل كده عشان كده وخلاص يعني ده حقيقي كان في البيوكوان انا اسمع كلكو احنا من اول معرفنا ان الموضوع اللي انا اتكلم عنه النهاردة هو موضوع الكنيسة هو انتم اختارتوا معايا يعني احنا ارتبنا مع بعض الاعداد يعني ولما استقررنا عن الموضوع احنا بساطنا جدا لانه احنا كشباب ونفسي يكون كل الناس عارفة ده احنا مش مش ناسين حاجة زي كده بيهمنا قوي ان انا نتكلم عن كنيستنا وان انا نكون معرفين الناس ان احنا عارفين قد ايه احنا مؤثرين في حق الكنيسة في بعض الاوقات وبعض الناس في ناس لسه عارفة قد ايه الكنيسة مكتابة كان ليه احترامه وليه قدسيته وانا نفسي انه اللي عارف يقول اللي مش عارف لان احنا اللي عارف يتكسف ان هو يوعي اللي مش عارف ممكن يخاف ان هو يتقال عنك انت يعني متدين محب لله حاجات دي بقى التخوف دلوقتي بس انت لازم تكون مش حسب الناس حسب ربنا بالضبط بياخدوها في سكة انت بقى مدروش مدروش بقى لكن هي حقائق اسمعي سوسانا في النقطة اللي مورك بيتكلم فيها حاسة ان يعني كل حد لي مسئولية لو انا مثلا خادمة او خادم او كاهن او اي ان كان لي عليه مسئولية حتى لو مش شرط خدام لو ام او اب فدورهم انه هم دي الناس المسئولة المحطوطة عليها مسئولية انها تواعي بالزبط من الاول من الصح من الغلط يعني لو انا الخادمة اللي تحتية مخدمين ومش انا اللي بوعيهم مين اللي هيواعيهم سيسمعوا كلام من بره بعدين يشوفوا شكل او كدوة او رول موضل بذبط لو مش انا الام اللي بتعلم ولادها من هم اطفال انهما ما يجروش وعملوا دوشة في الكنيسة يا حبيبي احنا فين احنا في الكنيسة بنقف بنصلي مش بنلعب مش بننام كل الكلام ده فمين اللي هيعمل كده هستنى ناس الغريبة هي اللي تقول لي مفوضة اعمل اف الكنيسة فكل كاهن وخادمة ومخدومة وام واب لازم يدركوا مسئولية كدسية الكنيسة ويقدموها ويزرعوها في اللي حوالينا بالزبط كده يا ماجي انا بردو شايف ان دي حاجة بتكون من جوانا يعني اي طالع من جوانا انا ممكن مبقاش خادمة ممكن مبقاش اي حاجة بس انا دخل الكنيسة دخل المكان ده عوز ابقى قدوة لحد اصغر مني لحد جست بصلي كده بصة وقال بنت دي جاي كنيسة شكلها كويس او الناس دي بتدخل الكنيسة شكلها محترم انه ممكن يعصر في حاجة بالزبط يعني ما بقاش سبب عصره لحد ابقى عارفة ان انا في بيت ربنو في الختام كده كلمة وانا رايح الكنيسة حطي اي قدام عنايا كلمة قصيرة حطي اي قدام عنايا بالنسبالي اللي هحطه قدام عيني وانا رايح الكنيسة ان انا اخاف عليها اخاف على كرامة الكنيسة واخاف على مسيحيتي جميل ولو مخفتش على مسيحيتي ولو مكنش عندي مخافة على كرامة الكنيسة اكون عندي مخافة ربنو في داخل يعني لو انا مخفتش على كرامة السيد المسيح اخاف منو يكون عندي مخافة من ربنو مخافة من الله جميل حلو ودايما احط في دماغي ان لو السيد المسيح موجود معايا هل هيعمل اللي انا بعمله ده في المكان اللي انا واقف فيه أو هيسمح لي ومش هيعترض على أنا بعمله ولا لا لما أنا بحط في دماغي ده ما بيبقاش فيه شيء نسبي ما بيبقاش فيه بالنسبالي صح أو بالنسبالي صح لا هو بيبقى فيه ستاندرد إحنا حطينه هو السيد المسيح بالضبط جميل كلمة وأنا رايح كيسة حطها قدامي كلمة مهابة مهابة الله مهابة الله إن أنا لو أنا فعلا عارف قد إيه ربنا بيحبني أنا عمري ما هجبله الكلام عمري ما يجبله الكلام الكلام الجميل ده يعني جملة صريحة لأن أنا أول ما هأعصر حد هيقوله بص أولاد ربنا هبص ده بيعمله ممكن إنه نفذ وحش أو شتيمة وحشة بالضبط فدي عمرها ما بتيجي عمرها ما بتيجي فيه أنا هي بتيجي في حق ربنا يعني أنا باعتبارها كده بالضبط ماجي كلمة بحطها قدامي وأنا دخلت كنيسة إن المكان ده بي موجود فيه ربنا اللي هو أعظم حاجة في الدنيا وأحنى حاجة في الدنيا وأطيب حاجة في الدنيا فما يستهلش مني أي حاجة وحشة وما يستهلش مني إن أنا زي ما يوسف قال إن أنا يعني خلي حد يقول أي كلمة عليه جميل حل بفكرني بقى بالآية اللي أنت بتقولها لي دايما؟ بزبط يعني صلاة الواحد يقولها دايما هو داخل الكنيسة بمعناه اللي هو أما أنا بكاترة رحمتك أدخل إلى بيتك وأسجد أمام هيكل كدسك بمخافتك مخافت ربا بزبط ممكن تقول لها ثاني؟ أما أنا فبكاترة رحمتك أدخل إلى بيتك وأسجد أمام هيكل كدسك بمخافتك جميل جدا فغير إن أنا ما بقاش سبب عصرة أنا كمان أبقى داخل الكنيسة مش حطة فبالي إن أنا ها أعثر يعني مركش مع أي حد غير نفسي من جواي أنا أنا دايخ العامل إزاي نفسيتي من ناحية الناس عامل إزاي أنا تمام نضيف من جوا أبيض من جوا مخشش أوسط نفسي بأفكار العصرة مين لابس إيه ومين بيتكلم إزاي داخل ربنا طالع لربنا واللي هيركز مع المسيح مش هيلتفت لأفكارات ديني مش هيلتفت لحد ديني بالزبط أما أنا فبكاترة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل كدسك بمخافتك أختم بيها الفكرة معاكم وفاصل ونرجع نكمل بيت فكارات حلقتها موسيقى سايلي مكدي ممحافظة بنسويف عندي عشرين سنة موهبتي الرص كنت وأنا بذكر بابتدت شعبة ترسم لحد ما اقتشفوا في البيت إن أنا عندي وداية مشهور الرص ابتدوا يشجعوني إنها ما تبقاش مجرد شعبة وبس ابتدت في سنة عشرين عشرين أرسم ما كانتش الصور احترافية لحد ما لقيت الدعم من أهلي ابتدت استمر لحد ما وصلت المستوى احترافي مبسوطة بي شاركت في معرض ملتقى الحضارة التبع لجريدة الأهرام في سنة ألفين تلاتة وعشرين شاركت بلوحة أخو حاضن أخو بتعبر عن الأمان والإحتواء في الحرب وتقرنت من معرض بشهادة مشاركتي في المعرض بحب كل الرسمات بتاعتي وأكتر رسمة بحبها سورة السيدة عدراء مريم كان حد طالبها مني من برا مصر وصورة السيدة المسيح عملت صفحة على الفيسبوك وبتديت أنزل شغلي لقيت الناس بتدعمني وإن أنا أكمل أكتر وأستمر في شغلي وتعرفت من الناس وبقيت برسم بورترهات لفنانين وأشخاص وبتديت أدي كورسات للأطفال إزاي يرسموا بشكل مبسط والحمد لله نتيجة الكورس كانت كويسة وعملت أكتر من لقاء صاحفي في جرائد مختلفة عشان أبين حبي للرسم وشغفي أكتر أنا بتمنى أكون فنانة كبيرة ويكون لي معرض خاص أعرض فيه كل الرسمات طرت الرسم تحديداً عشان بيعبر عن كلام جوايا عايزة أقوله سواء فرحة أو حظة وأنا بس حسين كل الناس بتتفرغ علي مفيش حد بينجح من أول مرة حط هدف قدامك واستمروا هتوصلوا حي المقام أهلا بكم يا شباب بعد الفاصل ومعايا أبونا بخوم محسن كاهن كاتدرقية البابا أثاناسيوس بمدينة العاشر من رمضان أهلا بك أبونا أهلا بك سوزناك زيز صح الحمد لله أبونا احنا بنتكلم عن الكنيسة في حياة الشباب الكنيسة جانب كبير ومهم في حياتنا كلنا وخصوصاً في حياة الشباب إيه معنى الكنيسة بوجع عام في حياتنا أبونا الكنيسة هي مبدئياً هي بيت ربنا هي إحنا هي يعني لقيت تعريف حلو قوي لكنيسة لقيت أن هي جماعة المؤمنين مع بعض بقيادة الأباء حوالين المسبح في الليتروجية حوالين الإفخارستية حوالين جسد ودم المسيح ده معنى الكنيسة الأصيل جماعة المؤمنين دورها إيه بقى في مرحلة الشباب في حياتنا كشباب هي كنيسة دورها لكل المراحل هي أم هي بتاخد الطفل من أول ما بيتولد وبيصير ابن ربنا وبتاخده وبتغزيه وبتعلمه التعليم الصحيحة وبتحافظ على أنه هو يعيش حياة النقاوة في سر التوبة والاعتراف فهي الكنيسة أنا مش شايفها غير أن هي أم دايماً بتراعي أولادها طبعاً الكنيسة دورها مهمة جداً في حياة الشباب يعني بابا الشنودة بيقول كنيسة بلا شباب كنيسة بلا مستقبل صحيح في برضو قديس الشهيد كبريانوس بيقول لا خلاص خارج الكنيسة ولا يستطيع أحد أن يقول أن المسيح أباه أن لم تكن الكنيسة أمه من جوين المعمودية بتولدنا من جوين المعمودية فالكنيسة في دورها يعني دورها للشباب مهمة جداً 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 والمفروض يبقى كل الخدمات فيها شباب لأن الشباب هم اللي بيقود الكنيسة بعد كده حلو قوي كما أن الشباب محتاجين الكنيسة والكنيسة بيبقى بتاخد بتاخد وقتهم بالخدمة بأعمال بمهارات بيعيشوا في الكنيسة يعني إحنا في الفقر قبل كده يعني الكنيسة حياتنا وبتيجي بقى يقول لك ربنا يقول لنا إيه؟ ببيتك طليق القداسة يا رب ربنا عايزنا نعيش القداسة أو اللي هي فيها اللي تليق ببيت ربنا إزاي؟ أولاً أنا هدفي إيه؟ وأنا رايح الكنيسة السعاد بيضيع الهدف وبعد كده نفتكر مثلاً المسيح لما دخل الهيكل ولقى الباعة طبعاً غضب جداً المسيح وقال بيت بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص فمهم وأنا رايح الكنيسة يبقى هدفي أن أنا أدي قدسية للمكان وأحس بالإحساس دو كتير قوي ساعات بلاحظ أن في حد ممكن يدخل الكنيسة من غير ما يسجد من قوي ما يخش الباب إحنا دايماً حتى على حامل الأيكونات بنكتب كده فوق باب الهيكل بنكتب كده أما أنا فبكسة رحمتك أدخل بيتك وأزجد قدام هيكل قدسك بخوفك طبعاً فلازم أنا داخل الكنيسة يبقى ليها خوف ورهبة وإحساس بقدسية المكان وعشان أتعامل بطريقة صحيحة أتليك بالمكان زي ما قال معلم يعقوب يعقوب في العهد القديم لما قال ما أعرف هذا المكان ما هذا إلا بيت الله وباب السبب فلازم أستعدله كويس استعدله باللبس كويس بمظهر كويس بطريقة خشوع وأنا داخل الكنيسة ما يبقاش يعني رايح وأنا مش مستعد لهذا المكان هل محتاجين يا ابونا كشباب أن احنا نراجع بعض سلوكياتنا في وجودنا في الكنيسة؟ أكيد طبعاً زي إيه؟ لازم نراجع سلوكنا وإحنا راحين الكنيسة هل أنا رايح عشان أقابل غرضي أن أنا أقابل أصحابي مثلاً أو غرضي أننا نعمل أنشطة مثلاً أو أقضي وقت في خدمة من غير مقابل ربنا نفسه فمحتاجين نراجع دوا مع نفسنا كتير يعني آه مهم جداً إيه أكتر حاجة ممكن إحنا كشباب نبقى في الكنيسة ونعيشها يعني مطلوبة مننا؟ محتاجين يعني إحنا برضو في الكنيسة ساعات بننغرس أكتر في الأنشطة وبنبعد عن الجوهر يعني ممكن حد يبقى رايح الكنيسة رايح في خدمة وماسك ميديا وماسك النادي وماسك الملعب وماسك حاجات ويبعد عن الجوهر لا محتاجين نهتم أكتر بالحياة الليتوروجية محتاجين نهتم أكتر بخلاص نفسي هل أنا عايش حياة توبة مستمرة هل أنا ليه أبا اعتراف عشان مضعش وسط يعني بقى إسم أنا رايح الكنيسة وجاي من الكنيسة ومشترك في كزا حاجة لكن الجوهر علاقتي مع ربنا يبقى ضعيف لا مهتم لازم أهتم جداً بالحياة الليتوروجية بأداس ليه بأبا اعترافي بصلاتي بحضور تسبحة أتعلم ألحان حاجات دي مهمة جداً للشباب لأن الشباب لو ماهتمش بيها كده هيبقى مستقبل الكنيسة ضعيف أه 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 أوتسك شايف أن الشباب يهتم بالحاجات دي فعلاً واخدين الخطوات دي طبعاً طبعاً ودي طبعاً حكمة الكنيسة أن هي تضم شبابها في الحاجات دي كلها بس أهم حاجة برضو منساش الجوهر وأهتم بالإيه بالحاجات الفرعية طبعا احنا كشباب كشمامسة قدسك ممكن تقول لنا بعض الحاجات ان احنا و احنا بنعيش في الكنيسة و خصوصا لنا دور كشماس خدمة الشموسية دي خدمة جميلة جدا 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 و اشجع كل الشباب يدخلوا فيها فيه شباب بيتكسف او يخاف ان هو يلبس شماس يخاف يقول مرضي يخاف يقرأ يحرج لا انا بشجع كل الشباب حتى لو هتغلط خسوا اتعلم طبعا نحط في دماغنا ان انا كشماس ما يبقاش هدفي ان انا قلبس تونيا عشان اظهر بان انا لا بس تونيا او عشان ان انا اقول او امسك المايكة او في القيادة بتاعة الشموسية نقطة تانية برضو بالنسبة للشمامسة احب اقول انت بتقود الشعب يعني الشمامسة دول خرص الشمامسة ده بيقود الشعب فلازم تبقى انت مستعد لهذه القيادة لان انت صورة لدوة يعني نقطة برضو عايز اقولها او تيزا هرة اللي بقيت اشوفها كتير قوي اه الاقي الشمامسة سايبين شعرهم اه بشكل يعني ملفت للنظر اه اه اوي لا انت كشماس انت المفروض قائد او قدوة لكل الشباب اللي بيشوفك فلازم تبقى قدوة حلوة للشباب ده وفيبقى لازم مظهرك كويس ولبسك كويس وشكلك تبقى يعني كويس يعني طبعا يا ابونا اه لما بنعيش في الكنيسة بيبقى في داخلنا كشباب امور مختلفة ومميزة وبتتبني حاجات كتير جوانا ايه اكتر الحاجات اللي بتتبني جوانا فانا عايز اقول حاجة اه المسيح علينا انتم نور العالم ومصدر النور ده هو المسيح فانا دوري كشاب لما بعيش في الكنيسة اخد من نور بتاع الكنيسة ونور المسيح واطلع بيه للعالم مش اخد من الضلمة بتاع العالم وادخل بيها الكنيسة اه دي نورة حلوة جدا اه لازم يبقى المبدأ ده موجود عند كل الشباب طبعا اللي بيعيش في الكنيسة بيبقى برضو في وسط حلو كأصدقاء يلاقي شباب يقربوا الكنيسة اكتر يقربوا الربنا اكتر يعلموا تسبحة يعني انا افتكر ما كانش ليه في التسبحة بس لقيت الشباب يشجعوني تعالى نحضر تسبحة مع بعض امبسط عرفت قربت للتسبحة اكتر فالجو بتاع الكنيسة يخليني كمان اخد سلوكيات حلوة غير سلوكيات العالم يخليني مثلا لو انا في الخدمة مثلا يخليني احضر يخليني اقرى في كتاب مقدس اكتر فبالتالي باخد مبادئ ابدأ اتعلمها تبقى رسخة واساسية في حياتي وابدأ انصرها للحوالي ففي عدوى في الحلو وزي ما في عدوى في الوحش برضه تمام عشان كده احنا محتاجين كشباب نكون جوا كنيسة باستمرار يعني مثلا انا افتكر احد الشباب قال لي انا يوم الخدمة بتاعي لما بخلص الخدمة بروح البيت باشور بالشبع ما بفتحش التلفزيون ما بتفرقش ما بيبقاش عندي شغب في السوشيال ميديا بحس ان انا شفعان ده حقيق وحقيق لي مثل حاجة جميلة قوي قال لي انا بحس ان انا لما بكون جوا الخدمة بييجي في ذهنه يعني بيقول انه كأنه في معجزة اشباع الجموع اعطوهم انتم ليأكلوا فعملت ديهم ليأكلوا والمسيح معانا وبشعر بمعيته ولما بقى ربح بحس ان انا خدت قفة اللي هي القصر تشبعني انا وابقى شبعان من الامر ده القديسة رحل الأزابي الفم قال لي يعني انا مش بحس باي تعب طول ما انا بكلمكم عن الجواهر اللي في كتاب المقدس بينسى تعبه بينسى تعبه وبينسى جوعه بينسى كل حاجة لانه بيحس بشبع حقيقي شبع روحاني وكمان الكنيسة بالنسبة للشباب هي مكان الامان مكان الراحة يعني قدسك اكيد بتشوف الشباب قد ايه مثلا في العالم بيبقى متلغبط لكن اوما بيدخل جوع الكنيسة بيشعر بالراحة كلمنا بقونا على الكنيسة ان هي تلاقي فيها الراحة بتاعتك هي كنيسة طبعا هي مكان الراحة الشاب يحس اكتر بان الكنيسة راحة لما بيحس بالاحتواء من الشباب اللي في سنه ودي نقطة برضو عايز ناخد بالنا منها لانه ممكن يبقى الشباب وسطينا مالهمش صدقات اوي او مالهمش هما مش اجتماعيين بدخل الكنيسة بلاقي شلل بالزبط شلل بلاقي شلل فبنشي بالزبط يحس انه منبوزي يحس انه وحيد يحس انه مش لقي نفسه في الكنيسة فيبدأ يبعد فاحنا النقطة دي مهمة جدا 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 في بعض الكنيسة تهتم بالحتة دية يلاقوا اي حد جديد يحتووه ويلفوا حواليه ويحسسوا انه هو مش غريب وانه هو في مكانه ولما الانسان يحس بدا يبدأ يحس بالشباب لان انا اول حاجة اما بخش اي مكان لازم احس ان انا مقبول في المكان ده مش احس ان انا مرفوض دي اول نقطة دي مهمة جدا بعد كده ابدأ ايه يبدأ يحس بالشباب بقى يقولوا تعالى مثلا اخدم معانا حتى لو خدمة بسيطة تعالى اخدم معانا حتى لو هتلم معاتا تعالى حفظ الآية تعالى نشيل مع بعض الحاجات دي تعالى ننظف الجزء دي فالشاب يحس انه هو ايه انه هو مش غريب يحس انه هو مقبول يحس انه هو يقدر بعد كده ينمو في الحاجات الروحية طب انا لو دخلت ولقيت شلالية كده بعدين دخلت ولقيت كل مجموعات مجموعات انا بيقولك انا بشعر ان انا وحيد وبخرج بالزبط فاعمل ايه اولا ما تيقاش يعني فيه ناس بتيقس ويهرب على طول وانا ده مش مكاني انا مش مالتاح في المكان ده هو فاولا ما تيقاش واذب حاول تحضر اكيد 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 هتلاقي حد بدأ يقرب منك او انت بدأت تقرب لحد ابدأ مثلا روح لابونا و اقول له مثلا يعني مثلا بالنسبة للشباب اخدم في اجتماع الشباب او احضر مجرد حضور اجتماعات الشباب بيبقى فيها ميزة حلوة ان الشباب اللي بيحضروا يعني ابونا ربنا بيخلي ايه يستخدم كل الشباب ان هما يخدموا يخدموا نفسهم فبيقسم كل الشباب اللي بتحضر يلا انت خش في كرال انت خش في افتقاد انت خش في مصرح انت خش في الميديا فيبدأ انه هو بعد مكان وحيد يبدأ يدخل في المجموعات دي فما يحسس بالغربة ممكن يساعد في اي حاجة او يدي مبادر ان انا ممكن يساعد في اي حاجة فمع الوقت هيبقى لي مجموعة ويبقى لي كذا وهكذا بس هي اهم حاجة ما يقاش ويبدأ يحضر واحدة واحدة هيبقى فيه تعارف طب لو انا ساعات لانه عارف قدسك محل شباب يبقى فيها شوية لغبطة وخطايا وعداد خطيئة بشعر بعدم استحقاقي او بشعر ان انا مش عايز ادخل مش قادر ادخل مثلا فطبعا ده فكرة من الشيطان طبعا سلمسيح بيقول لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى فدي حرب من الشيطان انه هو يخليك ما تروحش الكنيسة يخليك ما تقبلش نفسك يحسسك انك مرفوض لكن لا طبعا ده يعني المسيح قبل الخطا ورح لهم بنفسه ده السامرية مش لها الحاد السامرية ست ساعات عشان خاطر بس ان يحسسها انها مقبولة ومحبوبة وان هو عايزها فلا طبعا ده حرب من الشيطان جميل جدا يا ابونا ابونا في الختام كده كلمة احطها قدامي كشاب وانا راح الكنيسة ايه اللي احطه قدامي وانا راح الكنيسة اول حاجة انا رايح اقابل ربنا ولازم احط الهدف ده قدامي حتى لو انت رايح عندك خدمة اول حاجة تروح تصلي تاني حاجة ما تبصش للعصارات كان في حد مرة بيقولي يا ابونا دخلت القدس وكنت واقف وراه بقيت التفت اللي مسك الموبايل اللي مش عارف معا عياله اللي ايه فبقيت بعد كده اقف من قدام قدام المسبح وخلي كل حاجة وراي عشان ما التفتش لها دي اهم حاجة انا حطها قدامي وانا رايح الكنيسة وطبعا اول ما ادخل اسجد عشان ااخد بركة الاحساس بالخشوع والخضوع وانا داخل الكنيسة جميل جدا ابونا بشكرك جدا بشكر ابونا بخوم محسن كاهن كاتدرائية البابا اساناسيوس بمدينة العشر من رمضان شكرا ابونا شكرا سازناجي نتقابل في حلقات جاية بنعمة المسيح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة